اهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا في عالم الجلد والتجميل الحقيقة تعاملنا مع البشرة أحيانا بيتسم أو بيوصف برقم واحد أنا هقول الرقم واحد اللي تهمني في الأول الجهل رقم اتنين التهور والإهمال ماشي ليه الجهل؟ الجهل هو هيؤدي للتهور والإهمال حقيقة يعني هما في بوتقة واحدة لأنه أنا عدم إدراكي خطورة الأضواء وخطورة الدرجات الحرارة خطورة المطبخ التي تساوي ربما تزيد عن خطورة الشمس الشمس طبعا ما فيه زيها أخطر شوية بس خلينا أقول إنه كتير من الناس مثلا أقول لهم حطوا سانس كرين فيبقى بيتهيلهم إن السانس كرين ده للشمس بس لا هو مش للشمس بس لأن في حاجات كتير قوي بتلعب دور الشمس بدرجات متفاوتة يعني مثلا التابلت الشمس طبعا هي المعلم الكبير أو قصورة اللي يامدي واللي ياملي الجاية إحنا دخلين في فاصل مشاكل الشمس الشديدة بس برضو المطبخ بتاعك فيه أضرار زي الشمس الموبايلات فيه أضرار فيها أضرار الشاشات الإضاءة اللي إحنا عادين فيها ديها فيها أضرار فلازم تحمي نفسك ولذلك إحنا قيمة واقع الشمس النهاردة هتفهموها جداً خلي بالكوا بقى الشمس مضرر لدرجة إنهم عملوا تجربة بص بص هفرقكم على صورة مميزة جداً سائق شاحنة يعني سائق عربية نقلة كبيرة اللي خد تسير بين البضاعة أو بين الحاجة من مكان إلى مكان فكل يوم بيسوق تجاه الشمس ناحية ناحية اللي خارج ناحية الشمال اللي خارج ناحية الشباك يعني فلو إنه مع الوقت الوش بتاعه النصين النص الشمال ده بجد هو النص اليمين مش بتعرض للشمس كتير لأنه جوه النص الشمال اتعرض للشمس كتير فدل حصل قد تكون الصورة اكسجريتت شوية لكن دي حقيقة في يعني بصولها للناس اللي بتسوق مشوار أو بتسوق كتير في الشمس شوفوا الناحية اللي بتتعرض للشمس على طول اللي هي ناحية الشباك اللي هي ناحية الشمال هتلاقي فيها مشاكل واضحة جداً تجا عيد بقع وغيره تعالوا نفهم الشمس تعالوا نفهم قيمة البروتكشن وواق الشمس النهاردة والجلد دايماً حكاياته مسيرة وله قيمة كبيرة وخصوصاً لضيفاتي اليوم واحدة من نجوم عالم الجلد النهاردة ضيفاتي أهلا عزيزة دكتور أمار رؤوف المدارس والاستشاري للأمراض الجلدية كل الطب جامعة الفيوم مجسسير الأمراض الجلدية ودكتورال أمراض الجلدية من كل الطب جامعة الفيوم وعضو جمعية الأفرق السعوية لتجميل الجلد والأمراض الجلدية أهلا بيك دكتور أهلا أهلا بحضرتك يا دكتور مرسي الخير ربنا خليك يا دكتور مرسي جدا أنا عايزك تقوليلي الأول واقع الشمس يعني إيه يعني إيه واقع الشمس طيب واقع الشمس أول حاجة هو فيه اسم غلط كده بيتقال عليه حاجة اسمها سان بلوك احنا بطلنا بقى الاسم الغلط ده بما أن حضرتك بدأت تتكلم على الجهل اللي في السكن هو اسمه سان سكين بطلنا مصطلحة سان بلوك ده هو مش بيبلوك أشعة الشمس هو بيفلتر أشعة الشمس بمعنى إيه أنا دلوقتي عبارة عندي عندي برودكس معينة ببدأ أحطها لجلدي عشان تحميني من أشعة الشمس طيب هل بتديني حماية بنسبة 100% كسان بلوك لا هي مش بتديني حماية 100% هي بتفلتر بس أشعة الشمس الضرة اللي أنا المفروض أحمي نفسي منها وأنا طلع بره لبيت الشمس يا جماعة دي قوة جبار ده النجم المجر طبعا الشمس الدوق اللي واصل للكرة الأرضية بيتقسم طبعا لإنفرا ريد ريس اللي هي الأشعة تحت الحمرة وفيه النور المرئي اللي هو بيوصل لعنينة وأخطر حاجة طبعا على الجلد هي الأشعة فوق بنفسي جاي هي دي بقى الرينج بتاع الحماية اللي أنا عايزة لسان بلوك بتاعي أو السان سكرين بتاعي يحميني منها بالظبط مين اللي لازم يستخدم الوقع الشمس أكشوالي كل الناس المفروض تستخدم السان سكرين لصيف وخصوصا من الساعة 11 لحد الساعة 4 لأن ده المكسمم يوفي أماونت اللي بتوصل للكرة الأرضية أكتر وقت الأشعة فوق بنفسي جاي بتوصل للكرة الأرضية طبعا فيه بقى ناس بيبقى عندهم زي ايه بعد أنواع الحساسية الضوئية بيحصل مع مثلا مريض الزئبة الحمرة مريض الروماتويد عندنا حاجة اسمها الحزاز حزاز المسطح المسطح والضوئي فيه نوع تاني اسمه أكتينيك لايك الصورة اللي حضرتها لنا دلوقتي الحتة الإكساجيريت اللي فيها ده حاجة اسمها كرانيك أكتينيك دامتش يعني حصل تدمير لخلايا الإلاستيك فايبرز بتاع الجلد بسبب التعرض المزمن للشمس عندنا كمان أمراض جلدية ممكن تبقى بريكنسرس يعني مرحلة ما قبل السرطان ودليها علاقة جدا جدا برضو بالتعرض المزمن للشمس فده برضو لازم لازم يحط السانسكريب الأكتينيك لايك بلنا نزال له خصة مشهورة الدكتور الظواهري العالمي الكبير في الجلد هو اللي كتبوا أول وزماء أه واكتشفوا صميم بقى في عمال الترحيل عمال الترحيلة شفتي فاكرة فيلم الحرام بتاع فاتم الحمامة كان دول عمال الترحيل فلقى في وشهم في هو الأكتينيك لايك لأنه هما بيشتغلوا من فجر للعصر المغرب فوقت الشمس دي كله بتعرضوا للأكتينيك جالهم بقى المزمن للشمس وسجلوا في الكتب بالأكتينيك لايك كان بناصف عمال الترحيل يعني مرض منتشر جدا وبنشوفه جدا جدا عمال الترحيل ده كانوا عمال اللي هما بيزراعوا يا جماعة اللي بيشتغلوا في الجامع القطن وبشتغلوا كان زمان هو ريليتد للكرونيك سونيك سبوجور يعني أي حتى هي تعرض مزمن للشمس تعرض مزمن للشمس لازم يحصلوا كده مع طبعا بعد تغييرات في المناعة مش كل الناس لازم يحصلها كده لأ لازم يبقى فيه كمان إميونولوجيكال ديس أوردر كده كمان معين بحيث أنه لازم بعد كده أما تعرض للشمس يبدأ يحصل الأكتينيك لايك إيه المضاعفات اللي تحصل أو المشاكل اللي تحصل لو أنا أعمل استخدام واقع الشمس أو طنشة بس فيه قبل مسألة السؤال تب أفرد واحد يجي يقولك أنا شغلي بيشتغل ممثل مهندس بيشتغل ممثل أو بيشتغل مزيع مهندس موقع مزيع مزيع ما بتعرضش للشمس بتعرض للضوء ده خطر برضي احنا الضوء بالنسبة لنا ده كأنه شمس لو أنا وقفة في الشباك بتاعي كأنه شمس لو أنا وقفة قدام سخونة وحرارة لازم أحط برضو لسانسكرين الموبايلات واللابتاب طول الوقت دي كلها لازم أحط فيها لسانسكرين يعني دي كلها كونديشنز معينة غير إن أنا بتعرض للشمس كأني بتعرض للشمس ولازم أحط فيها لسانسكرين انت عارفة فيه موضة دلوقتي المكاتب والشركات اللي بتاعها عاملة إزاز إزاز الشايفة ده مضر ولا مفيد المفروض يبقى إزاز وفيه UV filters يعني المفروض يكملوا عليه إنه يبقى فيه فلاتر كده بحيث إنه ما يدخلش أشعة الشمس لدورة ده المفروض اللي يحصل زي النظرات اللي بنجيبها بتاعتنا اللي بيبقى فيها الحماية دي بتاعة الدوق يعني أنت شايفة إنه أنا في رأيي إنه يعني مش سهل إن أنا ومش حاجة صحية مش حاجة صحية ومش حاجة صحية وبتعمل احتباس حراري كمان آه جدا طبعا بتعمل احتباس حراري مخيف يعني طب قولي لي بقى المضعفات اللي تحصل طيب المضعفات اللي أنا أصلا مع التعارض المزمن للشمس ممكن تحصل لي أولا بيبقوا جايين البيشنط علينا أول ما يدخلوا علي يقولوا أنت شغال مثلا مهندس أنت شغالة كذا لأن أنا بياخدوا تان محترم من التعارض المزمن للشمس بلاقيه مسمر جدا ودرجة وشه غير درجة ايده غير درجة جسمه من جو ده أولا ثانيا ممكن يدخلني مثلا في يعني يعني التعارض المزمن للشمس ممكن يوصل يحصل دي دامج وبالتالي ممكن يبدأ يحصل خلايا سرطانية في الجلد كل أنواع الانواع تقريبا يعني حاجة من مهمة جدا أن أنا عندي تعارض مزمن للشمس فممكن أدخل بعد كده في خلايا سرطانية العينة دي بتبقى عندها دال يعني وشهاها بهتان وشهاها مسفر مش ناضرة طبعا يعمل لي خطوط رفاية تحت العين يعمل لي ظهور التجعية بدري بدري يعني الناس اللي بتتعرض للشمس غير الناس اللي ما بتتعرضش للشمس كل دي مشاكل ريليتد لأن أنا طول الوقت أنا موجود في الشمس ومش حامي نفسي كمان بكريمات الشمس طب إزاي أن أحدد نوع واق الشمس طيب هو أصلا الكمبوننت بتاعته أو الفورميولة بتاعته ممكن يبقى فيزيكال أو كيميكال الفيزيكال ده عبارة عن مواد تقيلة شوية بحطها على جلدي عندها الجزائيات بتاعتها كبيرة بحيث أنها تعمل بلوكينج أو ريفلكشن لشوع الشمس يعني ياجي شوع الشمس يضرب على جلدي لا هي تبلوك تمشي تغبط وتوديه الناحية التانية النوع التاني الكيميكال ده لا ده عبارة عن مواد معينة بتأبزورب أو بتنتص أشعة الشمس اللي هي الألترا فيلت اللي احنا تكلمنا عليها في الأول أشعة فوق بنفسجية طيب ده كده الكمبوننت طبعا السونسكرين أحيانا بيبقى فيه فيزيكال وكيميكال كومبوننت مع بعض يعني يبقوا حطين فيه لتنين ولازم يكون بيأثر على الألترا فيلت الأي والبي يعني الأشعة فوق بنفسجية بتاعتنا فيها اي و بي و سي أختارهم طبعا بالنسبة لنا ال اي وال بي على الجل فلازم يبقى جواه معامل الحماية بتاعه يحميني ضد الاي و ضد البي أختاره على حسب نوع البشرة على حسب أنا أنا بشرة مدهننة ومزيتة فأنا أحب معاكي قوي إن أنا أديلك جل أديلك لوشن طيب أنا بشرة جافة لا ممكن أديلك فورمت الكريم طيب أنا طفل ورايح مصيف وهتعرض للشمس جسمي كله وأنا في البسين لأديلك سبري يغطيني مساحة كبيرة من الجل فكل دي كونديشنز إحنا بنحكم العيان لازم الواحد يفصل البرسكريبشن بتاعته على حسب مقاس العين طيب في بقى التعليمات اللي أنا بقولها للمريض طيب أنا دلوقتي اديت لك سانسكرين كده فروجيتة ومشيتك لأ أنا كده مش مظبوط أبدا لازم أعلمك تستخدمه إزاي طيب إيه بقى الديريكشنز فور يوز بتاعنا أقول إيه للعين بتاعي وأنا بكتبله السانسكرين أولا يحطه قبل ما يلبس هدومه يعني هو أصلا بيشتغل بعد 20 أو 30 دقيقة من بداية أن أنا أحطه على وشي ثانيا يحطه بكمية مناسبة ما يحطش كمية بسيطة مش هيشتغل ثالثا يعمل ري أبليكيشن كل ساعتين أو 3 ساعات يعني المفروض كل ساعتين 3 أنا بحط طبقة تانية من السانسكرين لأن دايما البروتكشن بتاعهم بيمتد أخره مثلا 3 ساعات طيب لو أنا في مصيف لو أنا في بحر لو أنا بعرق جامد المفروض كمان كل ساعة بس هحط السانسكرين بتاعك فلازم أخد بالي من كل ده وأقول للعيان لأن منطقة البصوطة بيرجع يقول لي والله أنا أخدت كريم الشمس اللي حضرتك كاتبهولي بس سماريت برضو هو طبيعي أنا مش بحميك بنسبة 100% من الشمس بس أنا بحميك من الأصار الضارة بتاع الشمس بحميك أنه ما يحصل لكش حرق شمس بحميك أنه ما يحصل لكش دي إيه دامج وده أخطر حاجة من التعرض المزمن للشمس يعني إيه الحتاية؟ الدين إيه دامج دا يعني بيحصل ميوتاشنز كده طفرات معينة في الخلايا في تكوين الدي إيه وأنا بعمل سانسيس للدي إيه بسبب الكرونيك سانيك سبوجة فيبدأ يطلع لي خلايا سرطانية أو خلايا بري سرطانية اللي هي بري كانسر أو بعد كده تقلب كمان بسرطانية مع قبل السرطانية مع قبل السرطانية هو الجلد دايما في حالة نموه يعني بيتبدل وبينمو بيتبدل وبينمو والجلد دايما بيجدد نفسه بيجدد نفسه ودايما نقول الجلد مراية لأي حاجة جوه يعني أنا دايما نقول طيب وريني ضغافرك وريني شعرك وريني وشك بقول الجلد والضغافر والشعر حاجة واحدة جدا أنا يعني بشوف حاجة معينة كده إحنا بنشوف أمراض جلدية معينة لا يلا دور بسرعة شوف لي أعملي إنزيمات الكبد يلا دور بسرعة هنعمل كولونوسكوبي هنعمل منظار على القولون عشان أنا شك كان ممكن ده اللي شكل الليجن بتاع الجلد ده يشككني أني أنت عندك internal disease فهو ده اللي لازم كلنا طبعا ناخد بالنا منه عظيم قولي لي بقى إحنا بنستخد يعني أنا بدلوقتي شنطتي في الشيصيف ده كل واحد ووحدة رجالة ستات عصري فيه رجالة كتير قوي أصدقاءنا بيعتبروا مثلا إن حاجات دي بالنسبة للراجل لا يعني آه لأ يعني آه يعني ده شولس بناس يعني آه الكلام هنا مش تجميل الكلام هنا حماية للراجل أيوه بس هو البروتوكول والكونسبت بتاع الناس بدأ الحمد لله يتغير بمعنى إيه لأ فيه رجالة كتيرة دلوقتي بتأكسبت إن هي تحط كريم الشمس ودور الدكتور إنه هو مثلا هيكتب له كريم الشمس المناسب ما يبقاش هيزيتني ولا يعرقني ولا يزرقني ولا 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 وبالتالي فيه دلوقتي كريمات شمس بحطها على وش كإني مش حاطت أي حاجة وده بيبقى أكتر حاجة مناسبة للرجال آه فيه ستات بتبقى عايزة بدل ما تحط المكياج نحط كريم الشمس جواه تنت أو شوية فاونديشن ده بالنسبة لي برضو حاجة كويسة وموجودة وأفيلابل فأنا كده اخترت على حسب طبيعة العيان اللي جاي لها حسب اللايف ستايل بتاعه وفعلا إحنا دلوقتي موضوع كريمات الشمس بمعنى كل الناس بدأت تخلي بالها لأ أنا هحط كريم شمس لأ أنا هحمي نفسي لأ أنا هخلي بالي لأ ولأ ولأ لدرجة أن حتى دلوقتي عملونا سانسكرينس للشعر أيوة دمامة أولا الشعر ممكن يتأثر الشعر جدا يتأثر جدا جدا يتأثر اللي مش محجبات والرجالة بيجونا شعروهم مقصف جدا هايش جدا بدأوا يعملونا زي مست كده هير مست جواه سان اس بي اف برضو معامل حماية من الشمس طيب ان اس بي اف بقى معامل حماية من الشمس درجة حمايتي من الشمس بمعنى ايه أنا دلوقتي أما بتعرض للشمس بدوز معينة بجرعة معينة بتدخاني من الجلد بتاع يبدأ يبقى إيريسيميتس أحمر شوية بدأوا يعملوا زي فورميولا كده حزبة بيحسبونا دا على دا وفي الآخر طلعونا حاجة اسمها معامل الحماية من الشمس بمعنى يعني ببساطة كده هو هيحميني بدرجة قد ايه تمام أسموها بقى تاني السانسكرين دي للو بروتكشن يعني حماية قليلة من زيرو لحد خمسة عشر والرقم مكتوب لحد خمسة عشر على السانسكرين بتاعي بعد كده حماية متوسطة من خمسة عشر لحد تلاتين حماية قوية وكويسة جدا من تلاتين لحد خمسين حماية ممتازة خمسين انت خمسين بلاس معظم دلوقتي السانسكرين اللي موجودة في السوق خمسين بلاس ما بقاش عندنا مصطلح مية اتلغى بقى خلاص ليه لان انا اصلا كده كده عارف ان انا ما عنديش بروتكشن بنسبة مية في المية وانا من اول خمسين لحد مية في المية انا بشتغل برضو يعني السانسكرين اللي مكتوب عليه اس بي اف خمسين بلاس هو ده الاوبتمام ان انا اعرف احطه على الجلد بتاعي النورميلان مثلا النورميلان حلو جدا سانسكرين اس بي اف خمسين انا بكتبه كتير جدا الفورميولا بتاعته هو خمسين بلاس والفورميولا بتاعته كريم جيل مصري مصري حلو جدا وسعره كويس جدا وانا من اوائل الناس اللي كتبته انا بصراحة برموت جدا من حاجاته المصري وهو حلو هو حلو فعلا هو حلو فعلا سعره مناسب وفورمية الكريم جيل اللي هم عم لانهالنا دي كانت موجودة بس اللي استغربته اعلى من حاجات الاجنبية هو حلو والله هو حلو انا على تجربة الشخصية حتى مع انا ومع ولادي ومع البيشنس بتوي انا بقالي اكتر من سنة بكتبه الحمد لله رفع راسي اه لا حلو هو كويس اوي في منه جيل لا هو هو فورما واحدة اسمها كريم جيل وعمل لنا لسه حاجة دي يعني كريم جيل كريم جيل كريم جيل بحيث ان هو يمشي كمان على البشرة المختلطة يمشي كمان للبشرة العادية ويمشي كمان على البشرة الدهنية فبيديني رينج كويس اوي من الاسكن طيب لانا هعرف احطه عليه طيب يعني انا حطه كم مرة في اليوم هنحطه وانس ان انا نزلت احنا قولنا اتفقنا من الساعة 11 لحد الساعة 4 انا لو في دايريكت سان اكسبوجر انا ماشي بتحرك في الشمس لازم احطه قبل مطلع من بيتي ب20 او 30 دقيقة واعمل ري ابليكيشن كل ساعتين او 3 ساعات بالكتير حتى لو راكب العربية حتى لو راكب العربية او حتى لو راكب العربية نحطه على قدينا كمان لان دايريكسيون اليد بتاعت الديريكسيون بتسمر برده او والله الله او 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 انا انا بقى حيب يعني في حاجة كمان في الطب المهمة جماعة اتعالوا بالأشعة الشمس بيأثر على ضغط الدم بشكل عنيف يعني بيأثر بيرفع ضغط الدم بشكل كبير جدا طب تمام احنا عايزين بقى نقول يعني زي ما يقول توصيات كده بتاعتك لمرء كل الناس عشان نحافظ على جلدهم في الصيف انت عارفة البنات في الصيف او بيتعاملوا مع جلدهم معاملة عارفة زمان اوك شبش بيزنوا بس معاملة 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 احتقارية رغيرة غير ادمية غير ادمية كأنه جلده حد صحبهم لا لا بس برضو برضو الناس بقت فهمة والناس بقت مهتمة الحمد لله والناس بتدور وبتسأل ودي برضو حاجة كويسة يعني لا الناس دلوقتي حتى البنات الصغارين بيبقوا جاين لا عايزين سكين كير عايزين سكين روتين معين نمشي عليه بس خلينا دايما نقول خلي الدكتور اللي يختار لك يعني روح اكشف عن دكتور الجلدية اللي حضرتك واسق فيه وهو يختار لك الحاجات لان موجود على السوشيال ميديا حاجات كتيرة جدا جدا يوزلس جدا وانا بدفع فلوس على الفاضي وبيجي للأسف ماسك شنطة كده في ايديها مليانة برودكت بألاية في الجنيهات واقول لها ده مش مناسب وده مش مناسب وده مش كويس وده مسألان كويس فاحنا دايما نختار يعني حاجة كويسة بس الدكتور هو اللي يختار لنا الدكتور بتاعنا هو اللي يختار لنا بالنسبة للشمس احنا للمصيف والصيف هو اهم حاجة طبعا دلوقتي طبعا كريمات الشمس وقلنا طريقة استخدامها ازاي بالزبط نروح من شغلنا نحط مرطب ضروري لان الشمس طبعا بتعمل dryness عنيف للسكن لو جينا بصينا تحت الميكروسكوب بنلاقي خلية الجلد كرمشت ليه لان كل شوية انا عمال يحصلي evaporation يعني بيتبخر المية اللي موجودة جوة جلدي فانا محتاج ان انا بعد مرجع من شغلي ابدأ اخسل وشي بغسول كويس مناسب وحط طبعا المرطب بتاعي وبناجي مثلا بالليل نحط مثلا حاجة فيها هيلورانيك أسد حاجة فيها فيتامين سي حاجة تفتيح لو انا في مصيف حاجة فيها كورتيزون خفيف لو انا مثلا دخلت اصلا في حرق شمس او لسعة الشمس اللي بتحصل لنا دلوقتي جبا لازم احمي نفسي بشدة كبيرة بشدة من الشمس واحط كريم الشمس كل فترة مناسبة جدا وقلنا لو احنا في مصيف او احنا حرانين جدا وعرقانين لازم اتحط كل يعني فيه papers كتبت 40 دقيقة كمان مش ساعة الشمس عدو خطير ومخيف للغاية لكن للأسف فيه بنات وشباب كتير بتعاملوا مع الشمس بطريقة خاطئة في الصف بالذات بلاقي بنات تسافر المصيف انا معرفش مين تبيقعد في المصيف في ثلاث شهر ولا شهرين اه يعودوا الصف كله اه يعودوا الصف كله انا معرفش يعني فاضيين ماشي مش وراهم شغل ماشي مش وراهم جامعة ماشي مش وراهم أي حاجة غير أنهم يروحوا يقعدوا هناك شيء غريب جدا وعجيب المشكلة مش في أنهم يروحوا يقعدوا يا سيدي ربنا سهل لهم المشكلة في تصرفاتهم أثناء هذه الفترة تصرفاتهم مخيفة أن أنا روح كل يوم الشمس من الصبح للمغرب أو حتى لو نروحتش من الصبح للمغرب ممكن تروح مثلا 3-4 ساعات الأخار بس تقعد في الشمس تقول لك أنا عايزة الناس كلها تعرف أن أنا كنت في أيوة خط التان خط التان بتاع المصير ده خطر التان ده هو يعني خطر لو هو بدرجة عالية طبعا تقول له عالية وعايزة أقول لحضرائك برضو أن احنا في عندنا كريمات اسمها Sun Tanning Cremes يعني احنا عندنا حاجات اسمها أن أنا مش Sun Scream بقى لا ده أنا هعمل Sun Tan هاخد التان بتاع الشمس بمنتهى البساطة ده بتبلك أو بتفلتر Ultraviolet نوع البي وبتخلي يعدي الجلدي الايه النوع الايه ده هو المسؤول عن التان هو ده المسؤول على ال Long Term Hyper Pigmentation اللي ممكن يحصل مع التعرض للشمس إن أنا أخد التان وإن أنا أعود فترة بالتان ده مش بس كده إن أنا راجع من بيت هي من شغلي مسمر لا مش ده إن أنا طول الصيف قاعد في المصيف فبدخل بقى في درجة التان بسبب التعرض للـ UVA عندنا بقى كريمات اسمها Sun Tanning Cremes اللي هي بتعمل كده بتبلك الـ UVB بس بتعديلي للجلد الـ UVA اللي مسؤول عن الموضوع التان ده دي كريمات ممكن تتحط Sun Tanning Lotion آه ممكن تتحط مفيش مشاكل بس طبعا كل حاجة يا دكتور يعني المعقول في المعقول يعني ما يبقاش Extreme's أبدا Extreme's دايما مش كويسة عاول نبيت اللي مرة قابلت حد يعني في مصيف كده أنا بروح يومين Two days لأ بيجوا بيجوا ومحروقين آه محروقين فقابلت حد فأنا بابلت حد فأنا بابلت مين حضرين داني هو أنا هو أنا فلانا مين أنا معرفكيش فلانا التانية حد تاني كانت متحمصة ولازم نلاقي الطبقة دي يعني هنا لون وهنا لون لازم نلاقي الفرق ده نورتو شهد الله ربنا خليك دكتور مسي جدا الدكتوري أمل رقوف المندرس Former All-World عضو، أه، أو مجسير الأمراض الجلدية من كل الطاب جماعة الفيوم الدكتورار الأمراض الجلدية من كل طب جامعة الفيوم وعضو الجمعية الأفرع سويتك من الجلد والأمراض الجلدية الاسم القدير فازل من يمورتي وشرفتي الدكتورة أسعدتين ميرسي جدا حافظوا على جلدكوا بلاش تهور أرجوكم بلاش تهور استخدمواACE LOK بقاش اسمه السان بلوك مقاش اسمه سامبلوك خليكم مع الدكتور